السلام عليكم أمر معاكم لم أكن أتوقع أن الفدرالي يتحدث أمس وأقول لكم أنه ما هو الخبر الأهم بالنسبة للعالم وبالنسبة للاقتصاد تخيلوا حلقة اليوم محاور كثير حنتكلم على الحرب الروسية الأوكرانية التي كسرت حاجز منعطف خطير جدا قادم أيضا سننظر إلى بنك محلي أمريكي رقم أربعة بعدما أفلس سيليكون فالي سيجنيتشر بانك وفيرست ريبوبليك الآن في البنك الرابع اللي على وشك الإفلاس سنتحدث على الفدرالي وحديث الفدرالي ثم سننظر إلى بعض القوائم المالية بالنسبة للشركات وأهمها كوالكوم اللي تحذر ما هو قادم بالنسبة لشركة أبل فإن شاء الله ستكون حلقة مفيدة تحضيرية لما هو قادم نبدأ في البداية ومنعطف جديد في الحرب الأوكرانية الكل يعرف أنه في بداية الحرب كان فيه اتفاق واضح بين روسيا وأوكرانيا أنه رؤساء الدول السياسيين ليس تحت الضرب هذه نقطة مهمة جدا أنه يقدروا يطلعوا كان في بداية الحرب مثلا زيلنسكي كان متخبي في أماكن معين ما يطلع للعالم خوفا من الهجوم ولكن تم اتفاق بين الروس والأوكرانيين أنه ما يكون رؤساء الدول والسياسيين في خطر أمس طبعا الروس يقولوا في كثير من وسائل الإعلام تنكر ذلك ولكن الروس تقول أنه الحكومة الأوكرانية كسرت هذا الاتفاق وعملت هجوم على الكريملين وبالتحديد محاولة اختيال الرئيس بوتين خبر من وجهة نظري خطير سيعمل أسكيليشن ويعمل هجوم أكثر في الفترة القادمة ومنعطف خطير بالنسبة للعالم طبعا السينان تطلع بتقرير وتقول زيلنسكي ينكر ذلك ويقول لك هذه محاولة ربما تكون من الروس وشان الرأي العام في روسيا ويبدأوا يعملوا هجوم قوي جدا في كييف خلينا نشوف ماذا يحدث ولكن يطلع الرئيس السابق أو البرزيدنت السابق ميدفديف يقول لك أنه على الروس الآن القضاء على زيلنسكي بدأ الكلام الشديد الخطير ومنعطف جديد في الحرب الله يستر ما هو قادم ولكن هذا من وجهة نظري خبر مرعب بعض الشيء ومرعب للعالم أكثر من الفدرالي حتى خبر آخر أمس طبعا وباك وست بنك محلي أمريكي ينزل تقريبا 50% في ظرف أيام هذا يعني نزول شديد ويعتبر ربما رابع بنك الآن قد يتجه إلى عملية الإفلاس وقد يحدث تدخل من الFDIC وبنوك الكبيرة للمحاولة لأخذ هذا البنك وحماية أموال المودعين بهذا البنك طبعا الناس المستثمرة في سندات هذا البنك وأسهم هذا البنك يعني نقدر نقول راحة عليهم ربنا يعودهم هذا خبر من وجهة نظري خطير جدا لأنه رابع بنك محلي أمريكي في مأزق أمس في مقابلة مهمة لملك السندات جيفري جونلوك يقول لك أن البنوك المحلية ستعاني في أمريكا ما دام الفائدة بهذا الارتفاع وما دام الفدرالي ما بدأ ينزل الفائدة فتأكدوا أن البنوك المحلية الأمريكية ستبدأ الطيح واحدة تلو الأخرى لأنها كثير منها عندها ديون عقارية وديون عقارية كوميرشل وعندها سندات وغيرها والودائع قادة تطلع من البنك فأرباح البنك قادة تنزل مأزق كبير في البنوك المحلية الأمريكية فأتفق معه تماما لجيفري جونلوك الآن نتكلم بشكل سريع عن أهم ما حدث في خطابة الفدرالي اللي من وجهة نظري صراحة أمس الفدرالي ما كان طبيعي كان متوتر بشكل عالي كان تحس كده البودي لانجوج أو جسمه كده يعني تحس أنه تحت الضغوطات بشكل كبير لا يعرف ماذا يحدث يعني عنده مشاكل كثيرة من وجهة نظري وينظر إلى المشكلة أني ما هي أفضل المشاكل الموجودة بالنسبة لي أشان يعني أقل الخسائر بالنسبة لي طبعا نتكلم بشكل سريع أهم ما حدث وأقدر أقول خطابه صراحة ما كان مهم لم يتحدث بشيء غير معلوم بالنسبة لنا أكد الكلام أنه في يعني فكرنا أنه ربما يكون هذا آخر رفع بالنسبة لنا ولكن اتفق الجميع أنه لازم نرفع في هذا الاجتماع يقول لك أنه ربما نكون أنه close لنهاية المشوار يعني ربما الاجتماع القادم نرفع آخر رفع أو نتوقف عن الرفع ما حدد إذا أي اتجاه بالنسبة له اليوم صار الفائدة بالنسبة للفونز ريت 5 إلى 5.25 الأعلى من 16 سنة شيء ثاني ويقول لك أنه البوليسي اليوم والليكوديتي والسيولة اللي موجودة تعتبر تايت وشديدة بالنسبة للأسواق وإحنا جاهزين نعمل أكثر في حال تطلب هذا الشيء من الأشياء المهمة أيضا اللي تكلم عننا أنه قديش شوفوا الفونز ريت اليوم أكثر مرة من 16 سنة أكثر مرة يعني من عام 2000 وتقريبا تقريبا سبعة كان هذا الريت بالنسبة لنا لما دخلنا في الفينانشل كرايسس في عام 2008 من الأشياء المهمة اللي تكلم عنها ثلاث أشياء خلينا نتكلم عن الشيء رقم واحد عن الركود الاقتصادي وتكلم بشكل واضح أنه يوجد تقريرين بيطلعوا فيه الفيدرالي يطلع البورد الرئيسي اللي هو منه الفيدرالي كتشيرمن يتكلم أنه ربما لا يتوقع الركود ولكن في منظومة ثانية في الفيدرالي الإدارة العامة بالنسبة للفيدرالي والكل يجتمع أنه يوجد ركود اقتصادي قادم في أمريكا وفي الربع القادم حيبدأ النزول الشديد هذا كلام الفيدرالي مش كلام عمر يتوقع أنه الجي دي بي زي ما شفنا كان توقعات الجي دي بي أكثر من 2% للربع الأول طلع أقل من ذلك 1% هذا كل علامة استفاهم شوفوا قدي إيش المس اللي صار في الفوركاست أيضا يتوقع أنه الركود قادم ولكن الركود بيقول أنه ما هو ركود شديد إنما ركود ميلد سيؤثر على الاقتصاد ولكن يعني حتى البطالة لما كنا بنتوقع أنه ربما تطلع البطالة 4.5% لا يتوقع أنه البطالة حتزيد بهذا الشكل ولكن يعني خلينا نشوف ما هو قادم ما هو مؤكد بالنسبة للفيدرالي أنه الوضع حيزيد سوءا لأنه ما حيتوقف عن رفع الفائدة وما حيبدأ ينزل الفائدة من الأشياء المهمة اللي تكلم عنها البنوك المحلية طبعا والمشاكل اللي بتواجهها البنوك المحلية ويقول لك الخطر الأكبر اللي بيواجهنا هو سرعة الحركة اللي قاعدة تصير في زمننا اليوم في زمننا اليوم مثلا أنت عندك أموالك في بنك تقدر تخش أونلاين تسحب أموالك في ضغطة زر بشكل سريع ما تحتاج تروح الفرع لا تتطلب الوقت وهذا اللي بدأ يفاجئ الفدراليين ومنظمة الـ FDIC أنه قديش السرعة اللي صار فيها مثلا يسموها running of the bank كالناس تخش البنوك وتسحب أموالها بشكل سريع جدا وشكل لم يكون يعني في الحسبان ولا أحد كان عنده هذا الحسبان وهذا من وجهة نظر من الأشياء الخطيرة اللي حتواجع الفدراليين في الفترة القادمة لأنهم ما زالوا طريقتهم وجمع المعلومات تعتبر قديمة جدا مقارنة بالسرعة اللي احنا فيها اليوم من الأشياء الخطيرة أيضا اللي قالها أنه لو تتذكروا في الاجتماعات الماضية دايما نتكلم عن الاستوانة أنه الفدرالي دايما أقول لكم يعني أنا من أكثر الناس اللي كنت بقول الفدرالي ما حينزل الفائدة الفدرالي حيرفع الفائدة في الاجتماع القادم كثير من وول ستريت كانوا بيقولوا أنه الفدرالي حيتوقف تخيلوا أنه في الاجتماع القادم اللي في جولاي يتوقع وكان كثير 99.9% أنه حيبدأ يقطع الفائدة وينزل الفائدة طبعا أنا كنت بتكلم أنه لا أتوقع ذلك ولكن إيش اللي ساير يا جماعة الأسواق لا تسعر ذلك الأسواق ما هم سعر أنه الفدرالي حيرفع الفائدة بالعكس الأسواق قادة ترتفع لو تنظروا إلى الفوركاست بالنسبة للأسواق كانوا كلهم يتوقع أنه ما حيرفع الفائدة اليوم ومع ذلك الأسواق ارتفعت كيف ترتفع؟ هذه العلاقة الغريبة بين الاقتصاد وأسواق الأسهم الشيء الثاني تقريبا أجمع كثير من وول ستريت أنه الفدرالي حيبدأ ينزل الفائدة في شهر جولاي ومن الواضح والمؤكد وخطاب الفدرالي يقول لك أني ما حنزل الفائدة يا جماعة ما حنزل الفائدة إلى أن أرى التضخم نزل نزول شديد والنزول الشديد اليوم يعني بيتكلم أقل من 3% 3% في نهاية العام لا أتوقع أنه الفائدة حتنزل بهذا الشكل أو أنه يبدأ يصير في خلل في البنوكة الكبيرة في أمريكا خلينا نشوف ولكن كنت أتمنى أن الأسواق تسحر هذه الأشياء اللي كانت الفوركاست خاطئة بالنسبة لها ولكن طبعا الأسواق لا تعمل يعني يقول لك كل شيء يصطبق الأسواق كل كلام من وجهة نظري الأسواق تريد الارتفاع ربما لفترة معينة وهذا اللي صار لو تشوفوا أمسش صار في الأسواق كل الناس لما يتحدث الفيدرالي كانت الأسواق قاعدة ترتفع تخيلوا ولكن في آخر 5 أو 10 دقائق بالنسبة للأسواق شوفوا النزول الشديد اللي صار كأنهم مش بيقولوا للناس يا جماعة ترى الوضع جيد خشوا يدخلوا دخلوا فلوسكم ويبدأ ينزل بهذا الشكل الشديد بالنسبة للأسواق طبعا أمس كان يوم لنا يومين تقريبا أيام صعبة بالنسبة للأسواق طبعا الأكثر الأكثر المتضررين هو قطاع النفط في آخر أسبوع نزل نزول شديد الدفاعيات زي ما تشايفين أمس كانت هي المتماسكة حتى الآن هنتكلم عنها أكثر في الهيتماب ولكن كان يوم صعب للجميع أمس لو تنظروا إلى الهيلث كير وكان أفضل قطاع والسبب الرئيسي هو ليلي الشركة اللي طلعت بقوائمها المالية وكانت أفضل من المتوقع السبب الرئيسي هو يعني المدسين أو الدواء بالنسبة لمرض الألزايمر فهذا اللي سبب رفعة السهم لو ننظر إلى الهيتماب قطاع التكنولوجي كان على نزول أبل على نزول أدوبي كانت على نزول شديد من الأشياء المهمة نيفيديا كانت على نزول AMD لو تكلمنا عن حلقة أمس نزلت نزول قوي أمس 9% بسبب الأرقام Qualcomm اللي حتكلم عنها أكثر نزلت تقريبا 3% وطلعت بقوائم مالية كارثية حتكلم عنها قطاع النفط الذهب علاقة معاكسة دائما نقول لما نخش في مراحل الركود وأمس الثيم كان واضح ركود الذهب يبدأ يرتفع وهذا اللي صار أمس طبعا البنوك المحلية والبنوك العالمية كانت البنوك الكبيرة على نزول شديد ستاربكس كانت نازلة 9% يا جماعة 9% وتسألوا ليش قل لكم كان الفوركاست بالنسبة للشركة من ناحية القوائم المالية بيت بالنسبة للريفينيو بيت بالنسبة للأرنينجز ولكن الفوركاست بالنسبة للشركة كان مرتفع ومع العلم لما يكون عندك ملتيبل 33 وسعر السهم بهذا الارتفاع من ناحية الملتيبل فتأكد فتأكد يعني أي خلل بسيط بالنسبة للشركة هتبدأ تنزل وهذا اللي صار في شركة ستاربكس صراحة كانت أرقامها جيدة ما عرف ليش نزلت 9% ولكن يوريك نقطة مهمة أنه السنتمنت وآراء الناس تغيرت في الأسواق في آخر 24 ساعة لما تطلع مثلا شركة زي ستاربكس بأرقام جيدة وتنزل هذا الرقم أيضا من وجهة نظري علامة استفهام كبيرة أستي لودر من الشركات المهمة جدا في قطاع التجميل يعني تقدروا تقولوا الشركة ربما تكون دفاعية بعض الشيء من الشركات المهمة أمس تنزل 17% أكثر نزول بالنسبة للشركة في تاريخ هذه الشركة وهذه الشركة ليس صغيرة شركة كبيرة يعني ميجا كاب كامباني طبعا الأسباب الرئيسية هي أقل من المتوقع طبعا مع العلم أنه الصين فتحت مبيعاتها في الصين فتحت ومع ذلك المبيعات نزلت 12% كيف في ضغوطات على الدول الأخرى والاقتصاد الأمريكي الاقتصاد الأوروبي ويعني يتوقع أنه الأسوأ ما دخل يتوقع أنه عام 2023 والنهاية العام هي اللي حتكون المرحلة الأسوأ بالنسبة للشركة تقريبا نزلت 17% يا ساتر طبعا في نهاية اليوم وقفل اليوم تطلع شركة كوالكوم اللي ما يعرف شركة كوالكوم هي متخصصة فيه بالنسبة لها من الشركات المهمة في مجال السمي كوندكتور يعني من الثيرت بارتيز اللي يستخدموها أبل في أغلب تليفونات الآيفون تخيلوا أنه المبيعات المبيعات بالنسبة للتليفونات نزلت 17% خلينا نشوف شفنا البي سيز وام دي تأكد هذا الشيء الآن التليفونات بتأكد أنه نازلة 17% وهي المورد رقم واحد لأبل طبعا لو ننظر إلى الشركة في الأفتر آورز نازلة 7% تقريبا نزلت في اليوم اللي قبله 3% من الشركات اللي من وجهة نظري لو ننظر إلى المالتبل بالنسبة لها مميز ولكن اللي يخوفك في هذه الشركة أنه أبل في أي لحظة ربما تقول لك أنا أريد أن أصنع المايكروشيبتز حقتي من أبل وهنا تقضي على الشركة هذه زي ما سووا مع شركة لي علاقة بالصوت سمي كوندكتور كامباني لي علاقة بالصوت قالوا والأوديو قالوا إحنا خلاص هنسويها وطبعا هذه الشركة نزلت أكثر من 20% كولكم بتعاني لو ننظر إلى القوائم المالية شوفوا القوائم المالية يا جماعة كانوا في عام 2022 بيعملوا 11 مليار عملوا 9 مليار نزول 17% شوفوا الأرباح يا جماعة 3.4 مليار في 22 23 1.8 نزول 45% النت إنكم من 2.9 مليار إلى 1.7 مليار 42% نزول بالنسبة للشركة شوفوا الهدست يا جماعة 17% نزول الأوتوموتف طبعا زاد 20% ولكن شوفوا الهدست وهذه النقطة اللي احنا حنشوفها اليوم في أبل قديش السوق حي يعني احنا عارفين نقطة مهمة دائما نتكلم عنها اللي رافع السوق ومخل السوق يرتفع هو الـ AI والمينيا اللي قاعد تصير في الـ AI وبالتحديد في قطاع السمي كوندكترز كل ما بنشوف شيء في قطاع السمي كوندكترز قاعد يثبت إنه الوضع غير جيد أبدا شوفنا أيام دي خلينا نشوف أبل ما أبغى أقول إن أنا أتوقع إنه أبل حتنزل ولكن الأرقام كلها تثبت إنه البي سيز نازلة والهدست نازلة وأقول لكم هي أبل وقطاع السمي كوندكترز هي اللي لو انكسر هذا الحاجز تأكدوا إنه الأسواق هتنزل نزول شديد وهذا ربما ما أبغى أقول أتوقع ذلك لأنه ما أحد يعرف توجه الأسواق ولكن أنا مجهز نفسي لهذه المرحلة إن شاء الله استفدتم من حلقة اليوم طبعاً اللي يحب يتعلم أكثر عن أمور الاستثمار إدارة الأموال عندنا كورس تعليمي 20 ساعة من المحتوى تقدروا تلاقوا تفاصيله في الـ description شكراً وإلى اللقاء شكراً وإلى اللقاء